بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد الاستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب ما لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر وذكر جملة من الآثار الواردة عن التابعين وعن الصحابة والعلماء رضي الله عنهم وكذلك ذكر جملة من هذه الروايات التي ذكرتها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر وذكرنا جانب من هذه الروايات وتوقفنا عند رواية عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذه المسألة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئله أن الرجل بيجد شيء في بطني بيجد شيء كده فيترى ماذا يصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينصرف من صلاته حتى يتيقن من خروج الريح حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أي حتى يتيقن من الحدث ولكن قد يشكل على الإنسان هذا الأمر فيخيل إلي أنه أخرج ريحا وهو لم يخرج فلذلك لا تنصرف من صلاتك حتى تتيقن من خروج الريح هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم كما مرت علينا هذه الرواية ثم ذكر رواية عن محمد بن الحنفية رحمه الله قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاءا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن أسود فسأله فقال فيه الوضوء قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت رجلا مذاءا أن كان كثيرا ما ينذي أن السبب في ذلك من كثرة ملاعبة علي رضي الله عنه لفاطمة من كثرة ملاعبة علي رضي الله عنه لفاطمة واستحع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يطرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة فاطمة ولكنه أمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يقوم بطرح ذلك السؤال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي قال كنت رجلا مذان فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء يبقى المذي فيه الوضوء وأن كان السبب في ذلك أن علي رضي الله عنه كان بيغتسل من المذي ظنا أنه خرج بشهوة وإذا خرج المني بشهوة بيغتسل وجب الغسل على الإنسان فقاس المسألة على ذلك قال حتى تشقق ظهري فسأل هذه المسألة وجعل المقداد بن الأسود رضي الله عنه يطرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء وكذلك أن يغسل ما علق بذكره ويغسل الأنثين كما بينا قبل ذلك في رواية السابقة ثم ذكر رواية عن زيد بن خالد رحم الله أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت رأيت إذا جامع فلم يمني فقال عثمان يتوضى كما يتوضى للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كع رضي الله عنهم فأمروه بذلك أيضا الرواية التالية رواية شبيهة بهذه الرواية رواية عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجم الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحتت فعليك الوضو فهذه المسألة كما أجاب عليها عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت لما تلحى السؤال رأيت إذا جامع فلم يمني أي أن الرجل يجامع مراته ولكنه نزع قبل الإنزال نزع قبل الإنزال يترى ما في هذه المسألة فقال يتوضى كما يتوضى للصلاة ويغسل زكرة كما قال يتوضى كما يتوضى للصلاة كأن هذه المسألة ننقض الوضوء فقط ولكن لم توجب الغسل وكان هذا الأمر في بداية الإسلام كما قال أبو سعيد الخضري رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء قال الماء من الماء أي لا يجب الغسل إلا بالإنزال هذه معنى الكلام يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء أي أنه لا يجب الغسل على الرجل إلا إذا أنزل أبي بن كعب رضي الله عنه يقول كان ذلك في بداية الإسلام كان ذلك في بداية الإسلام ثم أمر بالاغتسال وبعد كده قال أمر بالاغتسال رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس رجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل يعني هذا آخر الأمرين يعني هذا كان الأمر في الابتداء الماء من الماء أي لا يجب الغسل إلا بالإنزال لا يجب الغسل إلا بالإنزال فقد يجامع الرجل ثم يقوم بالنزع قبل الإنزال ما في ذلك قال فيه الوضوء وغسل الزكر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ولكن هذا كان في البناء وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال في هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل لو جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أي بلغ من المبلغ أي أنه أولج في فرج المرأة قال فقد وجب الغسل وإن لم ينزل فقد وجب الغسل إلا يجب الغسل بالإلاج حتى لو نزع الرجل ولم يكن هناك إنزال إلا كان مسألا ماء من الماء في بداية الإسلام كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه إلا كان فيها الوضوء فقط ولكن إذا أولج الرجل ثم نزع قبل الإنزال فقد وجب الغسل حتى لو لم ينزل حتى لو لم ينزل يبقى على ذلك هذه الرواية لا نحتاج بها ولكن هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه هي آخر أمرين وكذلك وردت أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن الغسل يجب بإلاج الذكر في فرج المرأة حتى لو لم يكن إنزالي فكان دي آخر الأمرين وبالتالي هذا الحكم الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه ناسخ نسخا جزئيا لهذه الرواية الماء من الماء يبقى ترى دي نسخا كلية لا نسخا جزئيا الماء من الماء بقي ذلك في جنابة المنام يبقى الرجل قد يرى في نومه أنه قد جامع ثم أنزل ثم إذا قام النومه لا يرى أثرا يبقى لا يجب عليه الغسل متى يجب الغسل على رجل في الجنابة في الاحتلام إذا رأى الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بقي حكم هذه المسألة الماء من الماء في حال الجنابة النوم أما في اليقظة فوجب الغسل بالإلاج حتى لو لم ينزل لذلك إحنا لا ننسى هذه الرواية المذكورة عن أم سليم رضي الله عنها لما طرحت هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إن احتلمت قال نعم إذا رأت الماء نعم إذا رأت الماء الماء من الماء يبدأ ينطبق على جنابة المنام لكن في اليقظة يبقى رجل أصبح جنبا بالإلاج في الفرج حتى لو لم ينزل بناء على الرواية المذكورة عن أبي ريرة رضي الله عنه وكذلك عن عائشة إذا جلس بين شعباء الأربع ثم جادها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل وقد وجب الغسل وإن لم ينزل قال يتعضى كما يتعضى للصلاة ويغسل ذكره طيب يتعى لماذا يغسل الذكره ومعلوم أن المني طاهر المني طاهر يعني عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بغسل المني من ثياب النبي صلى الله عليه أن كان رطبا وإن كان يبسا كانت تقوم بفرقه وغسل المني ورطب قلنا حتى تنقطع الرائحة التي تنبعث من المني قلنا المني له رائحة وبالتالي لكي نقطع الرائحة فكانت تقوم بغسل ذلك الثوب الذي فيه المني لو كان رطبا لو كان يابسا كانت تقوم بفرقه وبالتالي ده مش معناه أن المني طاهر المني طاهر المذي ده نجس لكن المني طاهر ولكن كانت تقوم بذلك حتى يتنزل الثوة تنقطع أيضا الرائحة لو كان رطبا ولو كان أيضا يابسا يبقى قامت بفرقه حتى تزيد ذلك الأثر يغسل الذكر قال في ذلك العلماء يغسل الذكر لما أصابه أو أصاب الذكر من فرق المرأة يبقى من رطبات فرق المرأة يبقىwał غسل الذكر ليه قالوا لما أصاب الرجل من فرق المرأة أو من رطبات فرق المرأة ونا لما يجامع يبقى على ذلك فيه رطبات لفرق المرأة لنقول عنها إفرازات فيه إفرازات كده ودي حال المرأة دايما تلاقي عندها إفرازات فهي Bevölkerهما يطلع عليها الرطبات فعلى ذلك يغسل ما أصاب الزكر نتيجة الجماع من رتوبات فرق المرأة فيبأى على ذلك لما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجوع الأنصار فجاء ورأسه يقطر فكانت دي قرينة أنه لم يلبي مباشرة ولكن وكانه تأخر الرجل حتى لبى ذلك النداء ولما خرج كان رأسه يقطر يبأى بيتساقط منه المال لأن المشهد أنه قد اغتسل وده ظاهر على هذا الرجل من المال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم يعني لما نادى عليه كان هذا الرجل في حل جماع مع امرأته ولكن نزع ثم اغتسل ثم لبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجلت وقحت فعليك الوضوء طلب أنه نزع قبل الإنزال يبأى الرواية السابقة عن أثمان بن عفان وهذه الرواية عن أبي سعيد الخضرين رضي الله عنه تبين أن الرجل إذا أولق ثم نزع بلا إنزال يبأى عند ذلك وجب عليه الوضوء يبأى ده كان في بداية الإسلام كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه ثم أمر بالارتسال بعد فكان هذا هو آخر الأمرين هذا هو آخر الأمرين يبأى لا نستهدد هذه الرواية يبأى نسخت هذه الرواية في الجنابة في حال لقضى وبقي الحكم الماء من الماء في الجنابة في حال المنام فأنه لا يغتسل من الجنابة في المنام إلا إذا رأى الماء كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر باب آخر وباب الرجل يوضي صاحبة قال باب الرجل يوضي صاحبة يبأى يجوز الاستعانة في مسألة الوضوء بصب الماء على المتوضي فقال الرجل يوضي صاحبة يبأى فيها الاستعانة في الوضوء تعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على البر والتقوى يبأى فيها الاستعانة لا حرك في هذا الأمر وبيثاب طبعا من أعانى ذلك الرجل على وضوء قلنا لعله لا يقوى صب الماء على نفسه فعلى ذلك بيستعين بالآخرين لصب ذلك الماء ودي من باب القربات من باب التعاون على البر والتقوى فيستعان الرجل وضع صاحبه ثم ذكر عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حادثة قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضى فقلت يا رسول الله أتصلي قال المصلى أمامك يبقى لما هو دفع من عرفات إلى المزدلفة يبقى في الطريق قضى حادثة ثم توضى توضى وضوءا خفيفا فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه هو الذي صب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي صلى الله عليه وسلم وتوضى يبقى فيها جواز الاستعانة جواز الاستعانة بالغير في صب الماء لكي أتوضى فده الشاهد فجعلت أصب عليه وتوضى فقلت يا رسول الله أتصلي فقال المصلى أمامك ليس هذا المكان لأنه طبعا في الحج يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفات ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في المزدلفة هو ده المكان يبقى ده مكان أداء الصلاوات في يوم عرفة يبقى يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بعرفات أما بالنسبة المغرب والعشاء فتصلى بالمزدلفة تصلى بالمزدلفة جمعا وقصرا لذلك قال يا رسول الله أتصلي قال المصلى أمامك لما أتى إلى المزدلفة ثم توضى أسبغ لضوء ثم صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم ذكر رواية أخرى عن عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر وأنه ذهب لحاجة الله وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه ويتوضى فقسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين يبقى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يحدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر وأنه ذهب لحاجة الله ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء الحاجة وأن المغيرة رضي الله عنه جعل يصب الماء عليه ويتوضى فقسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين يبا توضى وبالتالي غسل الوجه والهدين ومسح بالرأسه ومسح على خفين وقام المغير ابن شعبة رضي الله عنه بصب ذلك الماء على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتوضى يبا جواز الاستعانة من غير في صب الماء لكي نتوضى وهذا من باب التعاون على البر والتقوى لعل المتوضى قد لا يقوى على ذلك فيبا آخر بيصب له الماء ويتوضى فهي من باب القربات لما منصب الماء لكي يتوضى ذلك الرجل هذا من باب القربات وفيها الاستعانة من غيره وفيها هذه الباب تعاون على البر والتقوى ثم ذكر باب آخر وباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وقال منصور عن ابراهيم ابراهيم النقعي رحمه الله لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء وقال حماد عن ابراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم ثم ذكر الرواية عن عبد الله بن عباسر رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويقالته قال فالضجعت في عرض الوسادة والضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آن عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءهم ثم قام يصلي قال ابن عباسر رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني بأذني اليمنى قالوا أخذ وذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوطر ثم اضجع حتى أتاه المؤذن فقام فصر ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى السبح قال ابن عباس رضي الله عنهما لما بات هذه الليلة عند خالته ميمونة رضي الله عنه رضي الله عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنه أراد أن يرقب عن قرب كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وينقل لنا ذلك ينقل لنا ذلك الأمر فلذلك كان الشاهد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من النوم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده يبقى زيب الإنسان بيقوم كده بيفرق العينين باليد كده يذهب النوم يعني قام وله حاجة في النوم يعني قام وله حاجة في النوم يبقى قيام الليل بيقوم الإنسان وله حاجة في النوم ولكن قام حتى يقوم بين يدي الله شبحانه وتعالى ودي فيها مجاهدة للنفس يعني الأمر ده مجاهدة الواحد لو ترك نفسه لنفسه يبقى عند ذلك يتمنى لو امتد به النوم لكن الأمر محتاج إلى مجاهدة للنفس إلى مجادة للنفس يبقى قام حتى يذب النوم عن عينيه يعني لسه لي حاجة في النوم يعني لسه لي حاجة في النوم فالمسألة مش قيام الليل لما يأخذ الإنسان حظه من النوم لا قام وله حظ في ذلك النوم ولكن كيف أدفع النوم يبقى قام ففرك عينيه حتى يذب النوم عن عينيه فلذلك قال ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران يبقى ده الشاهد من الترجمة يبقى قرأت القرآن بعد الحدث بعد الحدث أي عن غير وضوء على غير وضوء يبقى بيقرأ القرآن لا حرج أن تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء لكن لا يمس المصحف إلا بوضوء إلا بوضوء يبقى لا يمس المصحف إلا طاهر يبقى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مست المصحف يمساكه كده يبقى يحتاج أن أكون متوضئاً لكن قرارة القرآن لا تحتاج إلى ذلك الأفضل هو أن أكون على طهارة كاملة ده الأفضل في أي حال سواء كان في ذكر سبحانه وتعالى في الاستغفار في الدعاء في التسويح في التهليل أفضل هيئة يكون على الإنسان عندما يكون متوضئاً يبقى الطهارة الكاملة ولكن لو كان الإنسان على غير وضوء هل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ جاز لك أن تقرأ القرآن جاز لك أن تكون مسبحاً جاز لك أن تكون مهللاً مقدسة الله سبحانه وتعالى كل ده الدعاء كل الأذكار ده هي قرأة القرآن جاز أن تقرأ القرآن أنت على غير وضوء لكن هي أفضل صورة هو أن تكون متوضئاً يبقى على كامل الهيئة بالنسبة للطهارة بالنسبة للطهارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر رباه على كل أحياني على كل أحياني يبقى على ذلك يبقى جاز وكانت حال الصحابة رضي الله عنه يقرؤون القرآن وما على غير وضوء يبقى قرأته غير مس المصحف لكن لا يمس المصحف إلا أنت على طهارة كاملة لا يمس المصحف إلا أنت على طهارة كاملة لا يمس المصحف إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر يبقى ده اللي احنا بنحتاج إليه عند مس المصحف فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وده الشاهد من كلام فجلس يمسح النوم عن وديه ويده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من صورة آل عمران إن في خلق السنة والعرض واختلاف الله والنهار لآياته الأول الألباب إلى آخر الصورة وفي بعض الآيات إنه قرأ لله ملك السنة والأرض والله على كل شيء قدير لله ملك السنة والأرض وعلى كل شيء قدير إن في خلق السنة والأرض واختلاف الله والنهار يبقى ده العشر آيات الخواتم من صورة آل عمران وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله من قرأهن ولم يتدبرهن يعني القراءة كده قراءة حلقية يعني قراءة الآيات دي مش قراءة حلقية مفترض إحنا لما نيجي نقرأ القرآن أبقى أنا واعي للمعاني متدبر لذلك الأمر مش عبارة عن مصابقة في القراءة دون أن أتأمل أو أتدبر ما هو الهدف من قراءة القرآن إيه الهدف من قراءة القرآن هل هو كم معين أقرأه ولا ما هو الغرض من قراءة القرآن يبقى القرآن لا يقرأ إلا بتدبر يعني القرآن لا يقرأ إلا بتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفل لأن فيها معاني فيها توجهات فيها إرشادات فيها تعليمات فيها عبر فيها عظات فيها حكم فيها أحكام يبقى كيف نتعلم ذلك يبقى لابد أن نقرأ قراءة المتأمل المتدبر غرض الإنسان هو المسابقة أن يصل إلى كم مما يقرأ ذلك الكم وبالتالي ساعات البعض يقرأ ويبقى غرضه أن يقرأ كما كبيرا له قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول لكم ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها يبقى عايزة جمع حسنات فبيقرأ بس لما تيجي تقرأ لحرج اقرأ الكم الذي تريد ولكن لابد أن يكون بتأمل وتدبر لو أوقفناك في لحظة قلنا حسبك ما هو المعنى الآية التي تقرأها يبقى على ذلك أقول أدري لا أعلم ده كلام الرب سبحانه وتعالى هو كلام الرب سبحانه وتعالى ليه معاني مقصودة يعني لما أتكلم أنا كشخص يبقى بنتقي الكلام الذي أوصل بها مراضي يبقى أنا ما بكلم كيف أتكلم يبقى الجمل لنا بختارها بختار الجمل التي أوصل مراضي من الكلام يطرأ إيه اللي أنا عايز أوصله من الكلام فأنا بنتقي له الكلمات والجمل التي أوصل من خلها ذلك المعنى إلى السامع فربنا سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام أترى أن هذا الكلام ليس له معنى ولا له معنى له معنى وبالتالي يبقى طب يطرأ إيه معنى إيه مقصده يبقى إيه مقصده يبقى لابد أن نحن نتعلم مقاصد القرآن ومقاصد الآيات ربنا سبحانه وتعالى خطبنا بذلك الأمر لماذا كان الخطاب يبقى حتى نفى ونعقل وإن المطلوب أننا أطبق ولا أقوى على التطبيق إلا بعد الوقوف على المعنى مش ممكن أطبق حاجة أجهلها فالبعض كده بيظن يبقى عنده كده بعض الشبه فبيظن ذلك الظن إنه بيقرأ عشان يجمع أكبر عدد من الحسنات ده القرآن حج عليك في هذه اللحظة حج عليك طالما أنك لم تطبق ما ورد في كتاب ربك سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وإن المنكرهن ولم يتدبرهن يعني ده المطلوب المفروض أننا أبقى متعيطة يا طرى الآيات دي بتحمل بتتكلم عن إيه حتى نقول المعنى الإجمالي الإرشاد الإجمالي لهذه الآيات عما ترشد هذه الآيات وعما تتكلم هذه الآيات يعني ربنا سبحانه وتعالى كما بيان في بداية الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لولي الألباب للعقلاء يا طرى إحنا منهم ولا مش منهم إيه ربنا أن يأتيب على ذلك حال العقلاء في التعاون مع كلام ربهم سبحانه وتعالى وآيات ربهم سبحانه وتعالى يبقى يذكر الله قياما قعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي الغياتنا انظر بقى إلى أثر هذه العبادة عبادة التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى وكيف أنهم لم ينفكون لم ينفكوا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى لا بليل ولا نهار وعلى أي حال كانوا يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ما أنا بين قائم أو قاعد أو مضجع تحالي الإنسان دايما كده دايما أنا قاعد أو نقول قائم أو مضجع يبقى لم ينفكوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى فهؤلاء لا يملوا ولا يسأموا من ذكر الله جل في علاه سواء كانوا بليل أو نهار ودي العبودية المطلوبة نحن نصل إليها حياتي كلها تكون عبودية سبحانه وتعالى وتفكرون في خلق سنوات الأرض أثر التفكر أثر العبادة دي ربنا ما خلقت هذا بطيلا سبحانه فقنا عذاب النار يبقى ربنا أنك من تدخل النار فقد أخزيت وأمل الظالمين أنصى ربنا أننا سمعنا وناديه ونادي للإيمان أن أمينوا بربكم فآمنا انظر بقى إلى حال هؤلاء يبقى يعني هذه أثر أثر العبادة أثر العبادة كيف تحرك هؤلاء إلى التضرع اللجوء إلى ربي لم يتكلوا على أعمالهم ولم يتكلوا على ما قدموا منطعات لكن قلوب هؤلاء كانت معلقة بربهم يدارون في كل لحظة يتضرعون إلى ربهم لم يطمئنوا إلى ما قدموا الأعمال لكن العبد لا يطمئن إلا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله آله بذكر الله تطمئنوا قلوب وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام النوم يبقى قرأ الأيات وفي رؤيت كثيرة بتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفتتح صلوات الليل كان يدعى بهذا الدعاء أو هذا الدعاء أدعية كلها كلها بتتكلم عن التوحيد تتكلم على عظمة خالق سبحانه وتعالى تتكلم عن عقيدة الإنسان بتكلم عن عقيدة الإنسان من إقرار كده كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتتح قيام الليل يبقى إيه الدعاء الذي كان يذكره هذا الدعاء كان يذكره عند قيامه بالليل انظر بقى الأدعية هاداكت كلها بتتكلم نعلن عن عقيدتي يعني بعد استيقاظي كده أنا أعلن عن عقيدتي في قيام الليل ده حيصلي يعني عبادات ولكن يعلن عن عقيدتي في الليل شبحانه وتعالى فلذلك قال ابن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن المعلقة فتوضى يبقى الشاهد كده مفهوم الكلام مفهوم الكلام انه بعدما قرأ العاد قام إلى قربة وتوضى منها يعني معنى الكلام مفهومه كده انه كان على غير وضوء قبل ذلك طبعا معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من نومه فيصلي بوضوءه الأول وانه لانه دي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا احنا النوم ده ما ظنة الحدث النوم بتأتي معه غفلة القلب أساسا يعني النوم عندنا بتأتي مع غفلة القلب لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت تنام العين ولا نمي القلب القلب يقز يعني زي ما انا يقز كده في حال يقز الآن فانا اشعر هل يطرى خرج ريحة ام لم يخرج يبقى انا بشعر بذلك الأمر لانه في حالة يقزة ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وانا ام يبقى قلبه يقزان اي يشعر لو خرج منه حدث فكان ينام ثم يقوم فيصلي بوضوه الأول يبقى ده نقول خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم وقام نا انام ثم قام فتوضى يبقى ده نقول الشهد او يفهم انه قد احدث وبالتالي يتوضى فالشهد من كده كما قال او كما بواب الامان بخير رحمه الله ثم قام يشن المعلقة فتوضى منها فأحسن وضوء ده دايما تجويد العمل اتقان العمل نجد هذه دعوة دعوة الدين الى اتقان العمل من توضى فأحسن الوضوء يبقى ده دايما كده نستمع الى هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل كما قال وكما يبين لنا انه لابد من احسن العمل ليبلوكم ايكم احسن عملا اتقان يعني احسن عملا يبقى اتقان العمل مش اداء عمل فقط ولكن لا تؤدي ذلك العمل الا باتقان يبقى ده سلوك او سمة موجودة في المسلم حضراها من خلال سلوكيات هذا المسلم في اتقاني للعمل وفي تجويدي للعمل يبقى المجلوب ان انا دايما اجويد العمل يعني بمعنى كده اي عمل من الاعمال اعمال الطعاعات يبقى لابد أن اقف على الصورة المثلة لاتمام هذه العبادة اقف على الصورة المثلة انا هصلي يبقى حنصلي يبقى لا قبل أما منصلي كده اقف على الصورة المثلة بالنسبة للصلاة هتوضى أقف على الصورة المثلة نزوى الوضوء أي عمل من العمال حقرى القرآن الصورة المثلة في ذلك يبقى لازم أقف على مش مجرد أداء فقط يعني مش مجرد أداء عبادة لا ده احنا عايزين نرقى ان احنا كيف نمتن ونجود العبادة كيف نخرج عبادة على أفضل صورة وأمثل صورة ده هنرجع فين هنرجع بقى لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي صلوا كما رأيتون يصلي خذوا عني مناسككم التطبيق ده مطلوب ان انا ارجع الى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يطبق كما كان يطبق أي عمل وإحنا العلانة أرشدنا قول ذلك ان الله عز وجل قال وعاش نور بالمعروف يبقى زي انا حياة الزوجية ادير الحياة الزوجية زي اديرها احنا بنديرها دايما قلنا كما نرى لا احنا انا عبد لله عبد وطالما انا عبد لله يبقى انا ادير حياة الزوجية كما ادرها النبي صلى الله عليه وسلم انا باتبع انا اتبع والله عز وجل جعلنا القدرة الأسرة متمثلة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انا عايز انظر الى ارقى صورة في التطبيق في اي جانب من جانب الحياة يبقى ارجع الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كيف نؤدي ذلك ارجع دايما هي دي الاتباع يعني قضية الاتباع ده كيف اتبع تتبع انك انت ترجع في كل قضية من هذه القضايا الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى ابن عباس رضي الله عنه غلام كان قد نازل الاحتلام لسه وصلش سن البلوغ لكن انظر الى عقلية ابن عباس رضي الله عنه وتفكير ابن عباس وفطنة ابن عباس اراد ان ينظر عن قرب مهما نقل الى اله ده هو عنده فرصة يعني عنده فرصة ان هو ايه يرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كي يصلي بالليل عنده فرصة ايه الفرصة ان قالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم والتالي اختار اليوم الذي فيها النوبة على ميمونة رضي الله عنها يبا هو ما باتش عند ميمونة هكذا ولكن اختار النوبة التي تكون لميمونة اليوم اللي هو للنبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة وبالتالي حتى يرقب عن قرب يعني ينقلع عن قرب فعلى ذلك قال فتوضع فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس رضي الله عنه فقمت صنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها عبد الله بن عباس كان بينعس فبيفتله كده يعني بينبهه وكذلك ابن عباس رضي الله عنه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسي حتى جعله عن يميني قال لما أخذ برأسي أداره من خلف ظهري حتى لا يقطع بينه وبين السطرة فأداره من خلف ظهري قال دقائق يعني دي دقائق كده ممكن لا ننتبه إليها يعني ممكن لأحد لا ينتبه إليها لكن لماذا أداره من خلف ظهري حتى وقفه إلى جواري وكذلك أيضا فتل أذني إيه السبب كده إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان بينعس وبالتالي على ذلك يفتل أذن حتى يعني قال لابن عباس ظل مستيقظا بالليل ما نمشي ليه ما نمشي لأنه مش عارف إمتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فظل مستيقظا يعني هنا تظاهر أنه قد نام ليه عايز أرقب فخايف أنه تضيع عليه الفرصة دي يعني ممكن تخيل أنه غلام يناهز الاحتلام لكنه صهر هذه الليلة بأكملها حتى يرقب متى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تضيع عليه الفرصة التي جاء من أجلها مهمة أساسا يعني فيه مهمة وجايلها إن يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب وبالتالي ظل سهرا لم ينم ابن عباس رضي العمى قال فوضع هذا اليمنى على رأسي وأخذ بإذن اليمنى يفتلوها قال فصلى ركعتين ثم 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 أوتر كما ركعت كده 13 بالوطر 13 بالوطر هذه 2 4 6 8 10 12 13 قال ثم اتضجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح ثم خرج فصلى الصبح يبقى هو كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيد في رمضان وفي غير على 11 ركعة طب دول 13 ركعة يبقى ركعتين سنة العشان يقال ركعتين سنة العشان أو ممكن تكون سنة الوضوء يبقى لم تحتسب منه في قيام الليل يبقى والتالي كان لا يزيد عن 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنه لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي أربعا لتسعى حصنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لتسعى حصنهن أو طولهن ثم يصلي ثلاث يبقى دي كان عائشة تنقل لنا وما زاد في رمضان وفي غيره على 11 ركعة طبعا نقوله طب أنا ممكن أستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي 11 ركعة أصلي 11 ركعة بس بالكيفية يعني سعاد البعض يقولك احنا هاقتصر 11 ركعة يقولك اقتصر بس انت بالكيفية يعني انظر إلى كيفية الأداء دايما احنا مش حاولين ننتبه للعدد فقط ولكن ننتبه إلى الكيفية أيضا التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم أي صورة من صور العبادات فعلى ذلك ضعف الهمة ممكن تزيد في عدد ركعة حرك في ذلك الأمر في رمضان احنا بتكتهد يعني تكتهد في رمضان اكتهد يبقى لا تقف عند ذلك ممكن أساسا نستغرق ليلة بأكمله بهذا العدد لكن لما ضعفوا الهمة وبالتالي على ذلك بنكثر من عدد الرجعات مع التقليل في القراءة لضعف الهمة لضعف الهمة يعني كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واتم به فافتتح بالبقرة فقال يقف عند المئة ما عافش مضى فيها وبالتالي قال يقف لما هينتهي منها وعدها افتتح بعد كده النساء حتى انتهي النساء ثم افتتح آل عمران حتى احنا نحن نتحمل الكلام هل نتحمله ده عايز تدريب اساسا يعني ده عايز تدريب ممكن احنا ننفذه مرة كده لكن لا نقوم بتنفيذ مرة ثانية ليه نقول جهد شديد جدا وده عايز تدريب يعني مسألة عايز تدريب قلنا عشان طول القراءة ده بيحتاج انك انت يبقى فيه ترويد للنفس حتى تكون قابلة لذلك الأمر حتى لا تنفر النفوس نتيجة ضعف الهمة نتيجة ضعف الهمة فيقول عبدالله بن عباس رضي الله عنه فاصدر ركعتين وده عايشة رضي الله عنه لما سئلت كده عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالله قالت كان يصلي أربعة لا تسعى عن حصنهن وطولهن ونخلي بالنا كده طول القراءة يعني الصلاة لازم بيها تنسيق ما بين الركع بحالها يعني طول القراءة يبقى بيطول الركوع بيطول السجود الركوع بيكون أدنى من القراءة والسجود يكون أدنى من الركوع يبقى فيه كده تناسق وبين أفعال الصلاة يبقى بيش القراءة كده طويلة وبالتالي يركع سريعا ويسجد سريعا لا يركع ركوعا أيضا يتناسب مع القراءة يسجد سجودا يتناسب مع القراءة فنقول على ذلك كان يصلي ويطيل فيه قراءة وده اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس فليخفف أنه فيهم الضعيف والمريض والحاجة ومن أراد يصلي نفسه فليطول ما شاء يعني لكن غير تطول ما شئت وبالتالي يبقى على حسب حال الإنسان أعني على نفسك بكسرة السجود كسرة حد الركعات يبقى فيها الإجتهاد قال ثم اتضجع حتى أتى المؤذن فقام وصل ركعتين خفيفتين رغيب للفجر ثم خرج فصلى الصبح ثم خرج فصلى الصبح وبالتالي لما افتتح الإمام بخيري رحمه الله هذه الترجمة ذكر ما قال يبراهي بن أخير رحمه الله ويكتب الرسالة على غير وضوء وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم يتكلم على مسألة الحمام وده الحمامات العامة كان بيقتل فيها الناس قال لبأس بقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء ثم الرسالة يكتب على غير وضوء لكن الرسالات دايما كان بتفتتح بذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم يبقى جاهزا يكتب الرسالة يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل لابد أن يكون على وضوء قال يكتب الرسالة حتى لو كان على غير وضوء يعني هيكتب فيها ذكره لكن لا حرك في هذا الأمر قال لا بأس بقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء وقال حمد عن إبراهيم أي النقعية رحمه الله إن كان عليهم إيجار فسلم يعني كأن السؤال كده هل لما أمر على الناس في الحمام يا طرى أقولك عليهم السلام أم لا قال لو كان عليهم إذار فسلوا إلا فلا تسلم طبعا يعني قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بئس البيت الحمام بئس البيت الحمام لأولنا لأن بينزع فيه الحياة بتساهل فيه الناس المكان ده بيتساهل فيه الناس في إذار العورات لأنه معد للاغتسال فعلى ذلك بيتساهل الناس في إذار العورات فأبرالي من الخائر أحمد رؤل المسؤلة عن القراءة في الحمام قال لا بأس بالقراءة في الحمام أي ما فيش دليل ورد بالمنع لكن كما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بئس البيت الحمام وده بيحتاج أن إنسان لو تعرض لذلك الأمر أو داخل الحمام يبقى يسارع وأن يكون أيضا لا يتساهل في إظهار العورة قلنا ده مكان يتساهل فيه ناس في إظهار العورة قلنا زي مثلا كده تجد الشواطئ الشواطئ الناس ما تساهل في إظهار العورة ده عورات يعني عورات ولكن هو يتساهلوا يعني ده مكان معدل كده فبيتساهل الناس الحمام بردك ممكن يتساهل الناس في إظهار العورات فلذلك كما قال ابن أبي طالب رضي الله إن كان عليهم إظهار فسلم وإلا فلا تسلم إلا فلا تسلم نسأل الناس في كشف العورات وعدم التسطر وعدم التسطر فقراءة القرآن بعد الحدث ده الشاهد وغيره من الأذكار بقى إذا كان تسبيح أو غير ذلك يبقى جاهزة أن تقرأ القرآن أنت على غير وضوء لكن لا تمثل مصحف إلا أنت على طهارة كاملة أي على وضوء طاهر من حدث الأصغر والأكبر فقراءة القرآن يبقى لا حرق تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء طالما لم تمث المصحف وطبعا بالتالي يبقى الذكر الدعاء والتسبيح والاستغفر كل ده أيضا وأنت على غيره لكن أفضل حاجة دايما أنت تطلب الأفضل يعني نسعى كده أن نطلب الأفضل نطلب أفضل هيئة أو صورة نؤدي بها هذه الطاعة أفضل صورة للطاعة وأفضل هيئة أن أكون عليها هي أفضل هيئة أن تكون على وضوء والأمر دا محتاج إلى مجهدة النفس أجاهد نفسي وأن خاصة يعني في مسألة النوم يبقى تنام على وضوء في غالب الأحوال يعني إنسان ما بيكونش على وضوء لسه حنتوضى خاصة بقى مع البرودة وغير ذلك لابد من مجهدة النفس يعني لابد مجهدة ما تتركش حد بيسبقك إلى أي طاعة من الطاعات لابد أن تكون سباق لأي طاعة لا تسبق إلى أي طاعة لا تسبق في غيرك بيؤدي هذا الأداء يبقى أنت لابد أن تكون من هذه الطائفة خاصة لأن الشريعة جاءت لصالحي يعني لما أرشدتني لكذا لم تضايق علينا الحياة ومش مسألة التكبيل أو القيود على الإنسان أبدا هذه هي جاءت الشريعة لكي تحمل الإنسان إلى الجنة لكي تنجينا من النيران فبالتالي بس محتاجة كده النفس بتأبى النفس بتأبى لا تنصت إلى النفس لمر بالسوء ولا تنصت إلى الهوى وبالتالي كيف أطلد هذا الكسل وهذا التغافل بمجاهدة النفس اعلم أنه يعني إن لم أتمم ذلك عسى أن أموت في هذه اللحظة فتموت أنت على أفضل هيئة يبقى دايما كده لازم تصور أفضل صورة وأدي بها العبادة وأفضل هيئة أنا أكون عليها يبقى ده إحنا بنسعى دايما إليه وده محتاج إلى مجادة النفس والذين جاهدوا فينا لنهدي النفس لنا وإن الله لمع المحسين ثم ذكر باب آخر هو باب من لم يتوضى إلا من الغش المثقل قال باب من لم يتوضى إلا من الغش المثقل ونلجئ عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم